ومن الجديد بالملاحظة أن حق البدين الرهن في الاحتفاظ بحيازة الشيء المرهون راهن بضرورة أن يكون الرهن موضوع عقد الضمنات المنقولة وعقد الرهن والرهن بدون حيازة أما إذا كان الرهن حيازيا فإن هذا الأخير لا يكون صحيحا إلا بدرورة انتقال حيازة هذا الشيء للدائن المرتهن أو حد من الأغيار المتفق عليه في العقد طبقا للفصل 1180 من قانون تزامات والعقود وهو التوجد الذي أكد المجلس أعلى سابقا محكمة النقد حاليا في قرار له الإحالة رقم 329 والذي جاء فيه على أنه ولئن كان الرهن الحيازي إن صب على حق معنوي فإنه لكي يرتب أطاره القانونية يتعين أن تنتقل حيازة الشيء المرهون للدائن المرتهن وما دامت حيازة الأصل التجاري لم تخرج من يد المدينة الرهن فإنه لا تنطبق عليه أطار الظهن الحيازي بخصوص أولوية الدائن المرتهن في استفاء ديوني بالأسبقية على الدائنين الآخرين عملا بالفصلين 1170 و 1249 من قانون التزامات والعقود الحق في التصرف في الشيء المرهون إن إبرام المدينة الظاهن لعقد الضمنات المنقولة لا يؤدي إلى فقدان لملكة الشيء المرهون وإنما يظل مالكا له إلى حين وفاء بالدين المضمون أو تحقيق الظهن ومن ثم يبقى للمدينة الحق في استعمال هذا الشيء واستغلاله والتصرف فيه وذلك مع عدم إتيان الأفعال التي من شأنها الإنقاس من قيمة الضمان الممنوح للدائن المتهن أو الإضراض بحقوقه المضمونة بمقتضى عقد الظهن ترجمة نانسي قنقر